قوموا بدون وقت يا حبايب حب أذكركم بقناتي مملكة الإسلام الربط بالوصف يا حبايب يقلها شوية توصل 5000 فروح اشتركوا بيها ثمانا يا حبايب عموا يشجعوني كميل في ذاك المحتوى بإضافة يا حبايب نزلت لكم قصة خرافية همين عليها روح شوفوها الخبر هو اللي عادنا عن يا رمار ولانا والفولول اللي سووا البعض بحثاباتهم بالإنستجرام بدل يطالع قدامكم يا حبايب إن هما سووا فولول بعض طبعا لنا نفسها تصور حاليا ويا نور مار فهذا نوعا ما طلع أشاعات إنه يا را تحاولت القرب من نور مار عاما بعدين تقدر تصالح وياه ما درسوا عكتوني لكم إتنات شون توقعتكم هذا الموضوع ننتقل حاليا القمر الطاي والاستوريات النارية نزلتها فنزلت شوية استوريات تحضبها المحادثات مالتها بحسابها الإنستجرام كان بيها ريدر وأسو وبعض الأشخاص من فريق نور مار وبيضاف إنه بيسان الغريب إنه كانت تقولها بدي أفحص كورونا فهل يترى هي مصابة بالكورونا عادة شات مصابة الله يشفيها يا رب بعد نزلت هذا الستوري كانت وياه أنور وبالستوري اللي بعدها يا حبايب كانت بحثاتها بجوجل والغريب يا حبايب من بحثات شات مكتوب نوبات الاكتئاب والسبب حسب ما لحظت يا حبايب فتوقع إنه قمر الطايح حاليا مصاب بالاكتئاب لهذا شوية ده تبتعد مادر صراحة لكو الله فيها يا رب وإن شاء الله ترجع لنا بسرع وقت كتبوا يا حباب بالكومنتات شون توقعاتكم لهذا الموضوع ننتقل الحاليا اليار يا حبايب وستوريات اللي نزلتها على حبيبها واللي هو التاي اللي هو من فرقة بي تي اس حسب ما اتوقع فنزلت هذا الستوري كانت بيشوفه الجمال بدي واحد من عنده أحسن مارس بوستوريات شون تترقص بها ويا أصدقائه فاكتبوا بالكومنتات شون ركو هذا الخبر ننتقل الحاليا البيسان تيكيت والتهجم اللي تعارضت لها بعد ما نزلت هذا البوست اللي عن ما تشامل لابسة قصيرة مجرد لابسة ستيان ومن جوه كل شيء قصير فهو من الكومنتات يا حباب صار تهجموا عليه مثل ما شايفين الكومنتات اللي محصلة أكثر لايكات وبالضافة نزلت هذا الستوري كانت حضن به شخص ومطلع لسانها وهو هي شخص فما ندري صراحة لو هي يا حبيبها يا ترخص وهي معدى أخوان غير أخي صغير كتمنى بالكومنتات شو توقعتكم هذا الموضوع تستهل تحجم أو لا ننتقل حاليا الناور ستر يا حباب والستوري التي نزلتها تشدتها من خلالها لأنه صورت مقطعوية حبيبها الكريم هذا المقطع أنه يتحكم بحياتها لمدة يوم كامل فكانت منه ندمت وواضح أنه هي الندمت لأنه حالق شعرها شكله وماذا الصراحة حباب ستزلنا الساعة بالأربعة كتمنى بالكومنتات شكلتهم متحمسين لهذا المقطع بالضافة لنزل شوية تستورياتي يا أبو فلا فلما يعرف يا حباب يا أبو فلا حاليا صار لثلث أيام فاتح بث مباشر ما شاء الله دي جمع بي 10 مليون دولار اللي عمود يساعد 100 ألف عائلة فيا حباب اكتبوا أبو فلا ورح شوفوا البثمانتة ولي قدر يستاذي سادة ورطوكم استوريات شوفوها تلكنوا لأنا فخورا بفريقي جي أكس آر وانا حاليا مع أبو فلا شكرا 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 نور على مجي عشرة مليون قائز بنا نطلعهم من الغرفة كمان صالهم كذا يوم هذا الرابط تبرعوا بيها السيارة تزعي دعميني بس قاعد هذا الرابط ضغطوا تبرعوا أنا حتى تبرعوا لكل حي يتبرع والدال على الخير كفاعله إذا ما قدرت انشر انشر بقى ديرني أحبكم يلا بقى يروح أرجع للبث ننتقل حاليا الأميرة اللي نزلت هذه الصورة العادية يا حباب ولكن نتهجم من التعرضات لأنه هي متسوى شي بدون محمد كريم بالإضافة لي طلبوا من عده أنه يترجع لمحمد كريم وهي طبعا قاد تحذف هذه الكومنتات بالإضافة لمحمد كريم رد عليها بهذه السوري كان كاتب لن أعود أبدا الشخص الغاضب دائما ما يعود ولكن الشخص اللي خرج بابتسامة للي يعود لأنه عما يقصده مستحيل بعد يرجع الأميرة اللحسين فالصراح للأسف طبعا هذا الشيء كتبنا بالكومنتات هلتمنوهم أنهم يرجعون لبعض أو لا ننتقل حاليا نور مارو وشي تشتورياتي اللي نزلها القاد يامي خلالها على المقطع الناري اللي نزل بباشر الساعة بالأربعة على قناته راح تقوم للسوريات شوفوها صحية جماعة بكرة إن شاء الله الساعة أربعة بتوقيت السعودي وعلى ساعة خمسة بتوقيت الإمارات في فيديو جديد راح نزع القناة الأساسية في اليوتيوب وخليكم بكرة جاهزين الفيديو حريقة وبصلاح حبايب لا تشتركوا بقناة مملكة الإسلام بالوصف راح تشتركوا بيها حبايب الربط والوصف راح تشتركوا بيها في الصوخة بالسلاف أحبكم مع السلامة